حزب الله يخزن الأسلحة والسواريخ في مطار رفيق الحرير الدولي ببيروت هذا ما كشفته صحيفة التليغراف البريطانية نقلا عن موظفين في المطار رووا أن ضباطا في جهاز الجمارك وصفوهم بالمرتشين يسمحون للميليشيا بتخزين الأسلحة الإيرانية هناك الموظفون قالوا أيضا أن أجهزة الحزب تمنعهم من تفتيش سندق كبيرة وصفوها بالغامضة تصل على متن رحلات قادمة مباشرة من إيران الموظفون وإذ أعربوا عن خشيتهم من تكرار مأساة انفجار مرفأ بيروت تخوفوا من تحول مطار رفيق الحرير الدولي إلى هدف إسرائيلي ولكن ما كشفه بعض الموظفين في المطار للصحيفة البريطانية ذكر الاتحاد الدولي للنقل أنه على علم به ومنذ سنوات معربا عن عجزه على وقف ذلك الأمر وطلب الاتحاد ودائما وفق صحيفة التليغراف باتخاذ إجراءات قانونية دولية لوقف تخزين الأسلحة وبإغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات بالموازات كشفت وكالة يورو بوست أن ميليشيا حزب الله تخزن 547 ساروخا والصنديق من المتفجرات الكيميائية في طابق سفلي في مطار رفيق الحرير الدولي ببيروت كما كشفت الوكالة أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية هبطت ليلة السبت الأحد في المطار وعلى متنها سنديق أسلحة تابعة لميليشيا حزب الله بالمقابل نفى وزير النقل اللبناني المقرب من حزب الله علي حمية ما ورد بتقرير التليغراف وأشار إلى أنهم عادوا وألغوا الفقر المرتبطة بالاتحاد الدولي للنقل وشدد على لا أسلحة موجودة في مطار بيروت الدولي وقرأ على الهواء بريدا إلكترونيا من الاتحاد الدولي للنقل نهو لم يعطي أي تصريح للتليغراف قمنا بالاتصال بالأستاذ كامل وهو نائب رئيس الاتحاد النقل الجوي للشرق الأوسط وأفريقي كامل العواطي الأستاذ كامل العواطي وتحدثت معه شخصيا وسألته يعني هذا الموضوع منسوب للاتحاد النقل الجوي أخبرني بالشكل التالي معالي الوزير هذا الخبر عار عن الصحة ونحن ما عطينا أي بيان أو رسالة أو تحدثنا مع التليغراف ونحن ننفي نفيا قاطعا ما ورد في مقال التليغراف البيان الأول بالتليغراف بيقول عن الإياتة لكون الإياتة تحاد النقل الجوي هو أساسي بالمنطقة بيقول البيان الأول لصدر أول مرة أي نسب كل ما ورد في المقال إلى الإياتة بعد مراجعة الإياتة للتليغراف هلأ إذا بتفتحوا قدامكم هلأ ما عد فيه كلمة إياتة نحن في طور إعداد دعوة دعوة قضائية تجاه التليغراف دعوة قضائية تجاه التليغراف لأن البيان الذي صدر عن التليغراف هو بيان عم بشوه سمعة مطار رافق الحرير الدولي بيروت دون أي مستند قانوني دون أي حقيقة مواربة للحقيقة اللي بيشكك بالجمارك اللبناني والجيش وجهاز أمن المطار والأمن العام اللبناني خلص ما باش فيه بالغت بالتالي المرجع الأساس للسؤال والجواب هي الأجهزة الأمنية العاملة في مطار رافق الحرير الدولي بيروت حول صحة ما تنقلته تلك وسائل الأعلى هذا ونفع اتحاد النقل الجوي في لبنان تقرير التليغراف بوجود أسلحة لحزب الله في مطار بيروت مضيفا أن تقرير التليغراف حول أسلحة حزب الله بمطار بيروت لم يقدم أدلة أو برهين واعتبر أن تسريبات صحيفة التليغراف هدفها تعريض مطار بيروت للخطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر